اهلا مرحبا سوينا بيتا خالي من القوليتين مرة ممتازة له للكيتوني من يعانون من حساسية القمح سوينا بعجينة اللوز وهنا سوينا بستو الريحان كذلك سوينا الشربة معه شربة الفقع والدقيق عندي هنا ورقة الريحان الايطالية حط عليها الجوز وجبنة مزرولة وحط ثوم زيت زيتون وملح وحصرة ليمون واضربهم بالمحضرة الطعام حطهم بعلبة يجلس الى اسبوعين بالثلاثة او ازود هنا عندي عجينة اللوز بيضه ملعقة خل وعندي بودرة الثوم بهار ايطاليا وبهار مشكل وملح وكربونات السودا هنا عندي ثلاث ملاعق جبنة مزرولة وعندي ثلاث ملاعق ماء ونحط 12 ملعقة دقيق اللوز نعجنه لمحضرة الطعام وحطه بين ورقتين كذا ورقة الزبدة وبعدين صينية على طول الفرن ودخله التحمير خفيف اقل من ثمان دقايق ياخذ وبعدين تشكيل من فوق وحط فوقه الى صوصل بيستو بيستو الريحان وفوق لتبنة مزرولة وبعدها الطماطع الكرازي والفلفل الرومي الالوان والزيتون الشرايح ارشوا بالبهارات الايطالية والملح والفلفل ودخله للفرن بعدها كذا بتكون عندكم ما شاء الله جاهزة تقطعونه بهالشكل كذا منقرمشوا لذيذة وما ينشبع منا ما شاء الله تبارك الله حتى الغير الكيتو مرة لذيذة وصحية شايفين سويت مع شربة الفقع هنا عندي الفقع اللي تم تخزينه بالفريزر عندي كيس مع مويتو عندي ثوم فلفل اسود وملح وعندي ثلاث ملاعق بودرة اللوز وعندي كريمة تطابخه زيت زيتون او زبدة نحط الربع زبدة او ملعقة زبدة او زيت زيتون مع بودرة اللوز ثلاث ملاعق وحركه بالقدر ثلاث دقائق تقريبا وبعدها احط عليها الموية اذا عندكم مرق اللحم او مرق الدجاج تصفونه او موية عادية وبعدها احط عليه يكفي الفقع هنا خليه يطبخ تقريبا عشر دقائق وبعدين احط عليه الثلاث ملاعق او ملعقتين بودرة اللوز اذا تحبون تتقلونه وبعدها احط عليك كوب من كريمة الطبخ وخلي عشر دقائق وكذا تلذذ وبالاذ الشربة مر لذيذ وعلي